أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الوطني في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم الخميس أن بيونغ يونغ أجرت اختبار إطلاق لصاروخ باليستي عبر للقاراتة وأشرف على عملية الإطلاق كيم جونغون الأمين العام لحزب العمل الكورية رئيس لجنة شؤون الدولة في كوريا الديمقراطية قال إن هذا الإطلاق مؤشر وضح على رغبة كوريا الديمقراطية في الرد على الخصوم الذين تعمدوا في الأونة الأخيرة تصعيد التوترات الإقليمية وتهديد أمن كوريا الديمقراطية